نتنقل بقى لنقطة مهمة في ليحة النادي الأهلي للرياضة البدنية النادي كان له جمعيتين عموميتين الجمعية الأولى بتشمل أعضاء النادي والشركاء المساهمين والجمعية العمومية التانية بتشمل الشركاء المساهمين بس لما نعرف صلاحيات كل جمعية حنعرف الفرق بينهم وليه في جمعيتين مش جمعية واحدة المادة عشرين في ليحة النادي قالت إيه؟ قالت تنعقد الجمعية العمومية للشركاء قبل مضي 31 يوما بعد انتهاء كل سنة تحت رئاسة الرئيس العام وتتألف من الشركاء ومن جميع أعضاء لجنة الإدارة وليس للشريك الغير عضو في النادي حق الحضور في جمعية الشركاء ولكن له أن ينيب عنه شريكاً آخر بشرط أن يكون الآخر عضواً في النادي ويجب أن يكون هذا التوكيل بالكتابة وموقعاً عليه من الشريك الغائف الكلام ده معناه أن خلال 31 يوم من انتهاء السنة بتنعقد الجمعية العمومية تحت رئاسة الرئيس العام الرئيس العام هو رئيس الجمعية العمومية للنادي يحضرها المساهمين بس وأعضاء اللجنة العليا بشرط أن يكون المساهم عضو في النادي طب لو مش عضو يعمل توكيل المساهم آخر يكون عضو في النادي المادة 21 حددت صلاحيات الجمعية العمومية للشركاء المساهمين قالت إيه بقى؟ يعرض على الجمعية العمومية للشركاء حساب النادي عن السنة الماضية وميزانية السنة القادمة وكذلك باقي المسائل الواردة في الدعوة بالحضور ويجب أن يكون حساب النادي عن السنة الماضية ومشروع ميزانية السنة المقبلة تامين قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل وذلك ليطلع عليهما من يريد من الأعضاء وكل شريك مساهم له عدد أصوات بعدد الأسهم اللي اكتت فيها يعني لو مساهم بعشر أسهم له عشر أصوات ومساهم بثلاثين ساهم له ثلاثين صوت وهكذا طب من هنا العضو غير الشريك؟ هي مش الجمعية العمومية للشركاء المساهمين؟ ده صحيح لكن رئيسها وزير المعارف تبقى لعقد الشركة والليحة وارد قوي أن يكون غير مساهم فيكون له صوت واحد طب الجمعية العمومية للنادي وضعها إيه؟ بتجتمع بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركاء المساهمين إما في نفس اليوم أو في يوم تاني بعد الجمعية العمومية للنادي دورها انتخاب اللجنة العليا للنادي وبتضم زي ما قلنا المساهمين وأعضاء النادي وبنستبعد منهم أعضاء الشرق طيب نظام التصويت فيها إزاي؟ المادة 24 حددت ده لكل عضو صوت واحد أما الذين اشتركوا جملة واحدة كطلبة في مدرسة واحدة أو أعضاء نادي واحد فلهم صوت واحد عن كل خمسة جنيهات يدفعونها للنادي سنوياً يعني كل عضو له صوت واحد طب المدارس والأندية غير الرياضية اللي اشتركوا جملة واحدة كده بتتحس بأصواتهم الزيائية نفرض مثلاً مدرسة عدد طلابها 100 طالب دفعت اشتراك مجمع مخفض لطلابها 100 جنيه مثلاً كل خمسة جنيه لهم صوت في الجامعية يعني المدرسة يبقى لها عشرين صوت وهكذا الليحة وضعت صلاحيات الجامعية العمومية للنادي وكان أهم مادة فيها المادة 25 قالت إيه بقى ليس للجامعية العمومية للنادي أن تقرر أموراً تستوجب صرف مبالغ أكثر مما حددته الجامعية العمومية للشركاء وليس لها أن تتصرف في أموال أو أملاك الشركاء ولا أن تقرر أمراً ينشأ عنه نقص في قيمة تلك الأملاك المادة واضحة الجامعية العمومية للشركاء المساهمين هي اللي بتحدد ميزانية النادي بتحدد المصروفات والإرادات وتعتمدها المساهمين هم اللي أنشقوا النادي وبيطوروه يبقى مش من حق الأعضاء العاليين أنهم يتدخلوا في أمور تتكلف مصاريف أكتر من اللي حددته الجامعية العمومية للشركاء ولأنهم يصدروا قرارات تتسبب في خسارة لأموال الشركاء والأصول السابقة للنادي وده سر إن فيه جامعيتين عموميتين للنادي في الوقت ده جامعية عمومية للشركاء المساهمين وجامعية عمومية لأعضاء النادي لكن علاقة الأعضاء بالعاملين في النادي إيه؟ تفتكر اللي حقالت إيه؟ خلقوا في إيه؟